كم يشغل بال الصالحين أمر الخاتمة فلا أحد يدري بما يختم له أجله وكيف لا يهمهم ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بخواتيمها وبكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح فقيل له أبكاؤك هذا على الذنوب فأخذت ابنة من الأرض وقال الذنوب أهون من هذه إنما أبكي خوفا من سوء الخاتمة واعلم أن حسن الخاتمة لا تنال بالأحلام والأمنيات بل لها أسباب وعلامات فمنها الاستقامة على شرع الله قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال عمر رضي الله عنه استقاموا لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعلب ومنها الثبات على الطاعة حتى الممات قال ابن كثير إن المرء يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ومن نوى صالحا ثبت عليه وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ومنها الجمع بين استقامة الظاهر وصلاح الباطن وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن بعض السلف قوله اعلم أن سوء الخاتمة أعاذن الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه فمن يظهر الخير ويبطن الشر تظهر حقيقته يوما من الدار قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ومنها الإيمان الثابت المصدق بالعمل الصالح قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ومنها الإكثار من الدعاء قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومنها نطق الشهادة عند الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ترجمة نانسي قنقر